عجلت تركيا من جهودها في زيادة أمن حدودها مع سوريا موقع كوبروباتي الحدودي هو واحد من 139 موقعا يحد مواقع داعش كتيبة الحدود الأولى هي المسؤولة عن تأمين مسافة 6 كيلومترات حدودية من المتسللين والمهربين والإرهابيين فمنذ مطلع العام 2015 تم القبض على أكثر من 900 عضو من داعش نحن نتدخل ضد أي نوع من التحركات غير الشرعية في المنطقة الحدودية الخاضعة لمسؤوليتنا قوات حرس الحدود لن تسمح بأي مرور عبر حدودنا إلا للحالات الشرعية وفقا للاتفاقات الدولية وقوانيننا وفقا للجيش التركي إن 30% من القوات البرية مشغولون بمراقبة الحدود وبهدف تسوير محافظات كيليس وغازي عينتاب فإن جدار بطول 81 كيلومترا قيد البناء حاليا بهدف تعزيز خط حدودنا السياسي بدأنا العمل على مشروع بناء جدران بارتفاع ثلاثة أمتار العمل قائم على قدم وساق ونحن نأمل بهذا زيادة فعاليات السيطرة على تدفق اللاجئين وإيقاف الانتهاك غير الشرعي لحدودنا تعهد الاتحاد الأوروبي بمنح أنقرة ثلاثة مليار يورو وتنازلات سياسية مقابل زيادة دورياتها الحدودية وهذا يشمل مهمة السيطرة على تدفق اللاجئين الذين يعبرون من سوريا إن الجدار الذي هو قيد الإنشاء سيقلص تدفق اللاجئين للحد منه كان هناك ضغط كبير على تركيا من أوروبا حول أمن حدودها واتهامات بتحركات لمقاتلين أجانب هناك الآن أخذت تركيا تدابير لوقف ذلك فهي ترسل هؤلاء المقاتلين إلى دولهم الأصلية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا الولايات المتحدة منذ زمن دعت تركيا إلى التحكم بحدودها مع سوريا اليوم أنقرة معنية أكثر بالحصول على دعم حلف شمال الأطلسي في وقت تدخل فيه بخلاف مع روسيا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة ستحكم تركيا قبضتها على الحدود فقد تم الآن نشر الطائرات الأمريكية F-15 و E-10 والمركبات الحربية الألكترونية كما وصلتنا طائرات التورنيدو الألمانية أيضا وهذا ما يجعل الحدود التركية أكثر مراقبة بضعة كيلومترات عن موقع كوبرباتي الحدودي تقع جرابلوس مدينة تحت سيطرة داعش السلطات التركية أعلنت أن هذه المنطقة تخضع للأمن الخاص لمنع تصل لعناصر داعش وإحلال الأمن من جهة والتحكم وإدارة تدفق اللاجئين الفارين من الحرب من جهة أخرى تحاول القوات التركية الحفاظ على التوازن بين هتين المهمتين الصعبتين ولكن يبدو أن الأهمية الأكبر هذه الأيام طول للإجراءات الاحترازية الأمنية كورباتي كاركولو ترجمة نانسي قنقر